الحمد لله عبد العالمين والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الديني وبعد فقد عغب الإسلام في الصدقات والإنفاق في وجوه الخير حيث يقول الحق سبحانه وتعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم ويقول سبحانه الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ضابهم ولا خوف عليهم ولهم يحزنون ويقول سبحانه ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقاء وإن تتولوا يستبدل قوما غيراكم ثم لا يكونوا أمثالكم ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم ما من يوم إلا وينادي ملكان يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول صلى الله عليه وسلم حصنوا أموالكم بالزكاة ودووا مرضاكم بالصدقة ويقول صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقسم عليهن ما نقص مال من صدقة وما ظلم عبد مظلمة فصبع عليها إلا زاده الله بها عزة وما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فق ويقول صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله عز وجل في ظل عاشه يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل وشاب النشأ في عبادة الله وعجل قلبه معلق بالمساجد وعجل أن يتحب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه وعجل تصدق صدقة أخفاها حتى لا تعلم الشماله ما تنفق يمينه وعجل طلبته معاءة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله أب العالمين وعجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه من الدم وكما أغب الإسلام في الصدقة وحث عليها أغب كذلك في الوصية وحث عليها يقول نبينا صلى الله عليه وسلم ما حق مرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده وفي رواية لا يحل له أن يبيت فوق سلاس إلا ووصيته مكتوبة عنده غير أن الصدقة أعلى أجراً وثواماً من الوصية لماذا؟ لأن الصدقة نفع عاجل الآن يخرج للفقير الآن والوصية نفع آجل والنفع العاجل خير من الآجل ولا بأس أن تجمع بين الصدقة والوصية على أن تجعل القصة الأعلى والأكبر للصدقة لأن الصدقة هي منك حال الحياة من نصيبك أنت من حظك أنت في الدنيا المتصدق يعطي من ماله أما الذي يوصي فكأنه يعطي من مال ورسته لأن بعض الناس ينتظر حتى لحظات الموت أو وقت الاحتضار أو تقدم الشيخوخة بعد أن يتأكد أنه لا نفعله بالمال وقد نصحه الأطباء بعدم أكل كذا وعدم أكل كذا وعدم فعل كذا فماذا يفعل بالمال؟ حتى مع هذه اللحظات ربما لا تطيب بعض الناس بالصدقات فيقول بعد الموت وهذا ما ينبئنا إليه سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول خير الصدقات أنت الصدقة وأنت صحيح شحيح ترجو الغنى وتخشى الفق تتصدق وأنت في راعان شبابك في عنفوان شبابك والدنيا مقبلة عليك وما زلت كما يقولون تمني حياتك لكنك لم ولن تنسى حق الله خير الصدقة أنت الصدقة وأنت صحيح شحيح ترجو الغنى وتخشى الفقر لا أن تنتظر حتى إذا بلغت الحلقوم وجاءت ساعة الموت تذكرت ما كان عليك من حق لله فقلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان وقد كان لفلان احفظوا هذا الحديث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم واعملوا به خير الصدقات أنت الصدقة وأنت صحيح شحيح ترجو الغنى وتخشى الفقر لا أن تنتظر حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا نسأل الله العلي العظيم أن يزق ناطيب النفس وسخاء النفس وأن لا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا وأن يجعل في أيدينا لا في قلوبنا وأن يهدينا إلى سواء السبيل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته